نحن قدام جنيسة سيدة البوابة سيدة البوابة موجودة بمنطقة جبال هالمنطقة الأثرية الأقدم بالعالم سكانها مؤمنين كتار وسميت سيدة البوابة لأنها بتبلش منها المنطقة وكأنها بوابة بتطل على كل جبال سيدة البوابة يلي موجودة هون بمنطقة جبال وجبال يلي معناها حلو كتير جب يعني بيت وقيل يعني الله وصارت جبال بيت الله وما في أجمل من أمنا مريم العدرة تكون هي بوابة بيت الله كتار المنا بيمرقوا بهالمنطقة وما بينتبهوا أنه فيه كنيسة صغيرة كنيسة حلوة كتير لأنه جبال حلوة فيها شوارع أثرية فيها أماكن تجارية ومحلات فيها أثار وتراس لبنانة ولكن دايماً يلي بينتبهوا بيتطلع يمين وشمال بيلاقي أنه بجبال فيه كنيس وخاصة بها المنطقة سيدة البوابة بتلفط له نظره وبتعايت لكل إنسان بيمرق من حده هالكنيسة الرائعة لصغيرة بتساعد ثلاثين شخص بتزينها أيكونة لأمنا مريم العدرة حاملة على إيدي الطفل يسوع وهالطفل ممسك بطرحة أمه اللي موجودة على شعره كتار من الناس بيجوا على هالكنيسة بيندروا وكتار بيجوا بحطوا إيدهم بإيد بعض لعهد معين وبيحلفوا إنه ما في شي رح يتغير من كلامهم لأنه بيخافوا من قدوسية هالمكان وبيخافوا إذا كذبوا العدرة تجازيهم هيك بيخبروا من زمان وجه أكيد العدرة ما بتجازي حدا ولكن التقاليد بتقول إنه كل اتنين بيجوا بيوقفوا قدام هالمسبح وبيوعدوا بعضهم لوعد ما بيتغير والعهد بيبقى كل العمر سميت سيدة البوابة لسبب كتير 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 مهم بالنسبة لها تاريخ جبال كل الناس بتعرف إنه خلال الحكم العثماني مدينة جبال كانت بقيادة شخص اسمه عيد آغا بفترة زمنية معينة وحول كنيسة ماريوحنة مرقص إلى استبل هو جامعته يعني شبه كنيسة ماريوحنة صارت استبل للخيل ما قدروا طاقوا أهل جبال للقصة كلها سوا ولا الرهبنة فيه بجبال كان الشيخ سعد الخوري وكان فيه إنا بالرهبنة رئيس العامي اللي اسمه عمناقيل الرشماني عمناقيل اتفق مع الشيخ سعد الخوري إنه بدنا نحرر مدينة جبال بدنا نحرر هالكنيسة شو بدنا نعمل فتفقوا مع بعضهم وإجعوا على مدينة جبال واتفقوا مع الأمير يوسف شاب يلي هو حاصر المدينة وما قدر فتعليها فأجوا الرهبن تقريبا شميتان راهب شالوا الزنانير ربطوهم ببعضهم وعملوا حبل عربشوا على سور المدينة طلقتوا بالحارس هونيكي وفتحوا باب المدينة وفات جيش الأمير يوسف مع ميتان راهب على كنيسة ماريوحنة مرقص وطردوا الأتراك منها وحرروا وغسلوا أرضها وجدرانها وشابين وكل شيء بماء الورد ونحن كل سنة مثل هاليوم هيدا بخمسة وعشرين نسان نحتفل بها الزكرة هيدا يلي هي زكرة تحرير كنيسة ماريوحنة مرقص هيدا كانت سنة الالف وسبعمية وثلاثة وستين فتيمنا بهالشغلة هيدا قررت الرهبنة أن تبني هالكنيسة الصغيرة وسمتها سيدة البوابي للعضرة يلي هي حامية المدينة وبهالكنيسة هيدا ثلاثة تربيع سكين المنطقة هوني بيتعمدوا فيه موسيقى بالإجمال عيد العضرة معروف بس بالنسبة لسيدة البوابي هو زيت العيد يلي بنحتفل فيه نحنا بتحرير كنيسة ماريوحنة مرقص لأنه بعد تحرير كنيسة ماريوحنة مرقص تعمرت هالكنيسة هيدا إيسر فيه عجيب في واحد بالزمانات بخبرونا إنه شيل الرمح طبعه إجا بده يطعن العضرة صورة العضرة فيه الظهر إنه هالرمح صاب عينه نقلعت عينه مات ما بظن ما في حدا بحب سيدة البوابي بجبال يلي هي شفية الكل وشفية الحاي وكلنا بنطلب منها ومية بالمية طلبات أهل جبال تستجاب من كنيسة سيدة البوابي حارسة مدينة جبال ضمن الأسوار الصليبية ترجمة نانسي قنقر موسيقى يا عضرة الحنوني بصليلك اليوم تتكوني معنا كلنا مع كل الأطفال الموجوعين خاصة يلي وقفيني على باب المستشفيات على نية كل الناس يلي مسكرة بروب الدنيا بوجه يا أم يا سواء الحلوة خلي نور وجهك وغمرنا حياتنا سعدينا ورفقينا بصليلك اليوم يا سيدة البوابة كرملت بقى بوابة كنيسة مفتوحة رغم كل شي عم نعيشه بدي صلي على نية كلنا طورو حارس مبنى تتكوني معهم بلياليون الطويلة وبدأيلك مرسي على كل بفة تحتيه بوجه أهلي لما كانوا يصليوا لي أصراب أنت الملكة أنت الحب والحنى كنت ضائعاً وحيداً أغني أبحث عن ذاتي في كومتي أشواء كنت ضائعاً وحيداً أغني أبحث عن ذاتي في كومتي أشواء أحيث عن ذاتي في كومتي أشواء أقول لك أحيث عن ذاتي في كومتي أشواء أحيث عن ذاتي في كومتي أشواء أصراب أنت الملكة أنت الحب والحنى أنت الحب والحنى أحيث عن ذاتي في كومتي أحيث عن ذاتي في كومتي أشواء